شكراً دكتور أحمد السلام عليكم وحمد الله وبركاته صوت مسموع دكتور نعم دكتور تفضل حياك نعم بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من وله وبعده هذه هي الأعوام الثمانية قد مضت ولكن العطاء متواصل أريد بيئة علمية عابر القارات متعددة الجنسيات بلا حدود وبلا قيود إلا الالتزام بالمعايير العلمية والقيم العليا أريد تميزت بتواصليتها مما تفتقر إليه كثير من المؤسسات وحتى المؤسسات والجامعات هذه التواصلية التي جاءت عفوية وليست متكلفة أريد البيئة العلمية الإبداعية الاتكارية في كل يوم لنا جديد متجددة في أفكارها وفي مشاريعها وحتى ما من محفل إلا وأريد تنطلق بمشروع علمي رائد يعزز التواصل ويعزز الارتقاء بالحالة العلمية والحركة العلمية أريد بيئة علمية لها حضور متميز في جميع الملتقيات الدولية التي تحضرها وماويب الدوحة إلا خير شاهد حتى حصلت أريد على استحقاقها في الدوحة وأيضا أريد مثلما هي بيئة علمية هي منار منارا هاديا يستضد به طلاب العلم وكذلك وجد فيها العلماء حتى أعدوها خير منبر لنشر أفكارهم وآرائهم ومشاريعهم وعطائهم العلمي المتواصل ولعل من مميزات أريد وأختم بها ذلك التجرد الرائع لرموزها ولعلمائها ولقادتها ولمن يعمل في جميع حياكلها التنظيمية ولعطائهم المتواصل منذ انتسابهم إليها وإلى يومنا هذا وهذا مما يدل على أن هذه البيئة هي بيئة متجردة للعلم ومن العلمي وإلى أهل العلم وللمجتمعي كي ترتقي به إن شاء الله نبقى على تواصل وإن شاء الله نجد أريد في أعلى منازل التقديم العلمي والنهوب العلمي والحركة العلمية وكلنا نستبشر خيرا بالمشاريع التي سوف تعلن قريبا بإذن الله تعالى عن هذه المنصة تجاوزت كل الحدود ورسمت قارطة طريق لكثير من الباحثين الشباب وحتى الرواد من أجل أن يحققوا الطموحات في خدمة القضية وخدمة المجتمعات فنسأل الله عز وجل أن يبارك لأريد ولكل من يقوم عليها ولا سيما أخي الكبير الدكتور سيف السويدي المؤسس والمثابر والمتابع ولكل القائمات العلمية في منصة أريد ولكل من يتابع نشاطات أريد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر